أعلى أرسالي وننحوز على أرسالي اليوم سنتحدث عن موضوع الإسلام والإله المشهول هذا العنوان مصدره من الكتاب المقدس من سفر أعمال الرسل الفصل السابع عشر عندما ذهب الرسول بولوس لمدينة أثناء وتكلم مع أهلها حول الأشياء التي لاحظها في ثقافتهم الذي سنتحدث عنه هنا هو دراسة حالة اجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال قصة خيالية عن بنت وعائلتها وربط هذه القصة بسفر أعمال الرسل الفصل السابع عشر ستكون طريقتنا غير تقليدية نوعا ما وسنشاهد بعض الشخصيات الكرتونية لنصل إلى بعض من الاستنتاجات الواقعية وبعد مشاهدتك لها ستكون استنتاجاتك الخاصة سواء كنت مسيحيا أو مسلما قصتنا ستأخذنا إلى مكان ما في المملكة العربية السعودية لفتاة تدعى هدى ويتعيش مع والديها وأخيها وهؤلاء هم عائلتها الأساسية هدى ربتها والدتها ووالدتها هي أكثر من علمتها ما تعرفه عن الإسلام علمتها والدتها كيف تصلي وعلمتها كيف تتل القرآن وكل شيء تعرفه عن الإسلام بدأ فعلا من والدتها وبالطبع هناك أناس آخرين علموها لكن ما علمتها إياه والدتها كان أكثر من الجميع ومع ذلك فإنها تعلمت الإسلام من التاريخ الديني السياسي للمملكة العربية السعودية كدولة بدأت في سنة 1765 عندما بدأ الاتفاق بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن السعود زعيم قبيلة آل السعود وأصبح هذا التحالف مركزيا في داخل المجتمع السعودي للزمن طويل وبرغم ذلك فمن عام 1964 حتى عام 1975 سنى الملك فيصل العديد من الإصلاحات لتطوير وتحديث المملكة العربية السعودية حيث أعطى الحق للنساء بالقيادة وخفف من قيود بعض القوانين الدينية التي كانت تحكم الدولة وبدأ يخفف من سلطة الحركة الوهابية ومع ذلك في عام 1975 تم اغتيال الملك فيصل من عبد العزيز على يد ابن أخيه فيصل بن مساعد وبعد ذلك بأربع سنوات في عام 1979 تم الاستيلاء على المسجد الحرام من قبل مجموعة شهيمان الإرهابية وطالب الإرهابيون بإسقاط حكم آل السعود لأنهم لم يأخذوا الإسلام على محمل الجد في حكم البلاد وإدارة شؤونها في عام 1982 في عهد الملك فهد بن عبد العزيز قامت العائلة المالكة السعودية بسن تشريعات صارمة جدة وسميت هذه التشريعات النظام الأساسي للحكم لذلك إن فكرنا في نوع الصور النمطية الصارمة التي لدينا عن المملكة العربية السعودية سنجدها قد بدأت في تلك الفترة في حقبة الثمانينيات في ذلك الوقت كبرت هدى وفي يوم من الأيام كانت هدى في طريقها إلى المدرسة وصارت حادثة فلم تستطع أن تستمر في ارتداء حجابها لأنه اتسخ فتم استدعاؤها في مقدمة الصف وقالت معلمتها انظروا إلى هذه الفتاة إنها مثال للسيدات التي سيدخلنا النار انهارت هدى بسبب هذا الأمر وعادت إلى والديها وبكت لهما فأخبرها مثلا نجديا مشهورا والذي يقول خل بينك بين النار مطوع ثم قال والد هدى اعتقد بأن الله يهتم بالطريقة التي يتعامل فيها الناس مع بعضهم أكثر مما يرتديه نساؤهم كان هذا مألوفا السماع من أي رب أسرة في الثمانينيات والتسعينيات لكن المشكلة أنه كان يقول هذا كقائد منزله ومع ذلك لم يكن يستطيع أن يقول هذا علانية أمام الناس لذلك إن تحدث جهرا وقال أعتقد بأن الله يهتم بالطريقة التي يتعامل فيها الناس مع بعضهم أكثر مما يرتديه نساؤهم سيظهر فجأة هؤلاء العلماء ويقولون أخي دعني أتلو عليك من سورة النور من الآية الثلاثين لقد حدثنا أبو هريرة أن صحيح البخاري الكتاب الثاني والستون الحديث مئة وخمس وعشرون عندما كان النبي يزور زوجاته ولذا نرى أن والد هدى يقول كلامه بناء على ما يشعر به لكنه لا يستطيع أن يقتبس مقولاته من أي مصدر إسلامي حقيقي في حين أن العلماء ورجال الدين يمكنهم أن يعللوا كلامهم بكثير من الاقتباسات التي تؤيد ما قالوا نرى أن والد هدى يحب ابنته لكنه لا يملك أي سلطة مجتمعية ليخبرها بما هو ضروري لصالحها أما أخ هدى خالد فهو لا أدري أو لا ديني ويريد أن يقول نحتاج أن نتخطى الإسلام ونعور على القيم العلمانية مثل حرية التعبير والمساواة مع ذلك أن أفصح عما يفكر فيه بصوت عال سيخرج نفس هؤلاء الأشخاص ويقولون الإسلام هو الوحي الأخير إن لم تدرس القرآن كاملا فلا يحق لك أن تبدي رأيه لماذا تريد أن نكون مثل الغرب انظر إلى كم المشاكل التي يعانون منها لكن أسوأ ما في الأمر أن أمه ستقول له من فضلك يا بني أنصت للعلماء اقرأ القرآن ماذا سيقول الناس عنا خالد قد رأى فعلا كيف عامل المجتمع والدته بقسوة ولم يكن يريد أن يجعل أمه حزينة أو يراها تتألم أكثر خاصة أنه لا يريد أن يكون السبب في زيادة ألمها ولذا قرر أن يظل صامتا مع ذلك لو قال شخص غربي لخالد بأن الإسلام عقيدة فاسدة فهو لا يسمح بحرية التعبير أو بالمساواة من وجهة نظر هذا الشخص الغربي كان يتحدث عن علماء الدين الذين سيعارضون خالد لكن ربما يرى خالد أن هذا الكلام هو هجوم على عائلته وثقافته وسيدافع فعليا عن الإسلام رغم أنه لا يؤمن به لكنه في تلك الحالة سيدافع عن عائلته وثقافته ووجهة نظر والده للعالم إذن شيء ما تغير بالنسبة لهدى وخالد في عام 2005 أطلقت السعودية برنامج بيثة الملك عبد الله والذي منحته تمويلا إضافيا في 2013 معنى هذا أن المملكة العربية السعودية بدأت في إرسال طلابها إلى مناطق مختلفة من العالم في محاولة لتقليص التطرف الديني والتأكد من أن الشباب السعودي لن يترعرع في فقاعة مغلقة لكي يفهموا كيف يعيش العالم وكيف يؤسسوا مشاريع ناجحة لأنهم عرفوا أن أموال النفط لن تستمر للأبد لذلك بدأوا بالاستثمار في تعليم شعبهم ذهب كلا من خالد وهدى إلى سان فرانسيسكو وفي سان فرانسيسكو أحبت هدى جزءا مما عاشته هناك وأحبت كونها قادرة على احتياد المقاهي وأن تكون كما هي حرة وغير مقيدة برأي قبيلتها أو عائلتها وأحبت عدم مراقبة الناس لها في كل شيء تقوم به وفي نفس الوقت هي ترى مشاهد من حفلات سان فرانسيسكو وتفكر وتقول في نفسها هذا جنون إنه أكثر مما ينبغي فتفتقد المجتمع الحقيقي وأيضا تفتقد أمسيات العشاء مع أفراد أسرتها وأعمامها وعماتها حيث يمرح الأطفال من حولهم تشعرها أمريكا وكأنها منعزلة كما أنها تشعر بأنها لا تستطيع أن تتأقلم في أي مكان فلديها مشاكل في السعودية وأيضا مشاكل مع أمريكا ولا تشعر بالسعادة في أي منهما مع ذلك هناك شيء تغير في السعودية في عام 2017 يقول محمد بن سلمان كل ما نفعله هو العودة لجذورنا وما كنا عليه الإسلام المعتدل مفتوح على كل الأديان وعلى كل العالم نحن لن نضيع ثلاثين عاما من حياتنا لنتعامل مع الأفكار المتطرفة سوف ندمرهم فورا إذن محمد بن سلمان يريد تحرير المملكة العربية السعودية من الحكم الديني وأن يجعلها مكانا أكثر تسامحا لكي يستطيع الكل أن يعيش فيها مع ذلك لاحظوا أنه لا يقدم حجة طبقا للنصوص الإسلامية الخاصة بهذه النقطة لكنه يقول ويفعل ما يراه صحيحا المشكلة أن الجميع يرون في السعودية أنهم متشددون دينيون يتحكمون في كل الناس لكن ما هو حله لهذا؟ حله لهذه المشكلة هو القوة والعنف إذن هدى الآن عادت للمملكة العربية السعودية ويجب عليها أن تكتشف بماذا تؤمن ومن أين تنبع دوافعها الروحية أولا نحن لدينا إسلام الوهبيين القادرين على الاقتباس من المصادر وهذا يمكنهم من إعطاء الدليل لكي يقووا أراءهم ولديهم صوت شعبي قوي وأيضا يوجد إسلام أمها والذي بالصراحة يشبه كثيرا دين الوهبيين ومع ذلك فهي والدتها لذلك هذه النسخة من الإسلام مغلفة بحب وعاطفة أكثر من نسخة الإسلام الذي تجده في خطب الوهبيين ثم هناك إسلام والدها والذي في الأساس يخبرها لا تقلقي من ذهابك للنار ولا تقلقي من يوم الحساب فقط ثقي في أن الله يحبك ويجب أن تكون شخصا جيدا وستصبح كل الأمور على ما يرى ثم نسخة إسلام أخيها والذي يعتقد أنه نوع من الإسلام لكنه في الحقيقة لا أدرية مغلفة بالإسلام للتوافق مع المجتمع فقط ثم يوجد الإسلام الذي تروج له الحكومة السعودية والذي يشبه إسلام والدها في جوانب معينة لكنه لا يشبهه في جوانب أخرى وهي الآن لا بد أن تقرر ماذا ستختار أما ما تعتقده هدى فهو أنه يوجد إسلام حقيقي لكن هناك الكثير من الطبقات التي يجب عليها نزعها عنه إن كانت تريد اكتشافه إذن هناك مشاكل هي تراها في ثقافتها ولا يمكنها دائما أن تقول الفرق بين ما هو في ثقافتها وما هو أصيل في الإسلام نفسه لذلك يجب عليها أن تقشر تلك الطبقات الخارجية عندئذ ترى أيضا طبقة أخرى من المسلمين المتدينين والذين يبدون وكأنهم يعرفون دينهم لكنهم لا يمثلون ذاك النوع من الإله الذي تريد أن تتبعه وهي تؤمن أنه تحت كل ذلك على الأقل تأمل أنه تحت كل هذا يوجد إسلام حقيقي وإله حي خلفه لذلك فيعتقد أن الإسلام دين صحيح لكنها تؤمن أنه توجد نسخة أفضل منه في مكان ما تحتاج أن تجدها لكن هناك شيئا يسحبانها للخلف من هذا الأمر الأول أنها أخبرت طول حياتها أنها ليست مؤهلة لكي تفهم النصوص المقدسة في الإسلام وفضلا عن ذلك فإن نسخة واردها من الإسلام تجعلها تشعر أنها جيدة لكنها مرتعبة من فكرة أن تبحث عميقا في القرآن وفي السنة لأنها تعتقد أن ما ستجده قد لا يسرها ماذا لو كانت غريبة أكثر ماذا لو لم أكن قد عملت ما يكفي ماذا لو لا يوجد طريق للغفران لجميع الذنوب التي ارتكبتها ماذا لو كنت لست مسلمة صالحة وماذا إن كان الله سيعاقبني إذن هذا الخوف وهذا الصوت في رأسها يخبرنا أنها ليست مؤهلة حقا أن تكون قادرة عن البحث والتدقيق في النصوص الإسلامية وأن تحاول وتبحث عن النسخة الحقيقية من الإسلام التي تعتقد أنها موجودة وهي فقط سعيدة بأنها تأمل أنها هناك في مكان ما وأنها لن تذهب إلى مناطق أعمى وكثير من المسلمين مثلها يعتقدون أن الإسلام دين صحيح لكنه ليس بالضرورة نفس النسخة التي يتم ممارستها واحتضانها حولهم فهم يعتقدون أن هناك في زمن ما في التاريخ وفي مكان ما كان يوجد نسخة أصيلة من الإسلام هذا الأمر يشبه وكأنهم في المدينة الصحيحة لكنهم لم يجدوا عنوان وجهتهم الصحيح بعد وهكذا يعيش معظم الناس حياتهم في سفر أعمال الرسل في الإصحاح السابع عشر في الآية الثانية والعشرين تقول وقف بولوس في وسط أريوس باغوس وقال أيها الرجال الأثينيون أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مشهول فالذي تتقونه وأنتم تجهلون هذا أنا أنادي لكم به الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياك مصنوعة بالآياد ولا يخدم بآياد الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد فالذي أريد أن أتحدث عنه هو ذلك الشعور الكامل بالخير الذي يحس به المسلمون كثيرون متلمسين طريقهم ناحيته وهو إله الكتاب المقدس ما هو ذلك الشعور الكامل بالخير الذي يحس به مسلمون كثيرون متلمسين طريقهم ناحيته إنها المسيحية الكتابية لكنهم يأملون أن يجدوا الإسلام في مكان ما دعني أقدم لك مثالا هذا شخص سعودي يدعى منصور قيدان يقول التالي لقد وجدت إسلامي وأعتقد أن آخرين يمكن أن يجدوا إسلامهم أيضا ولكن أولا نحن بحاجة إلى إصلاح على غرار الإصلاح البروتستانتي ضد الكنيسة الكاثوليكية أرى ما يحتاج الإسلام إليه وما يحتاجه هو شخصية قوية شخصية تقودنا نحو الإصلاح يفتقد الإسلام إلى علماء يستطيعون إقناع المجتمعات الإسلامية بضرورة إعادة تفسير نصوص القرآن بطريقة عصرية وجريئة كي يتسنى لنا العيش مع العالم الأوسع هذا يمنح أملا عظيما لكن المشكلة أن هذا يبين أنه لم يفهم حقا ما هي حقيقة الإصلاح البروتستانتي فالذي يقوله بمثابة التقدم من التفسير الحرفي للنصوص الإسلامية انتقالا إلى تفسير أكثر نعومة لهذه النصوص حتى يمكنهم التعايش بصورة أفضل مع العالم الحديث لكن استمع لما يقوله مارتين لوثر عن العالم حوله وعن الكتاب المقدس ففي مجمع وورمولز طلب من مارتين لوثر أن يقدم دفاعا عن سبب رفضه التخلي عن تعاليمه وتبني تعاليم الكنيسة الكاثوليكية فقال سأعطي لكم سببا أنا لا أستطيع أن أضع ثقتي في الباب أو في المجمع لأنهم كثيرا ما أخطأوا وعارضوا أنفسهم لذلك إن لم أقتنع ببرهان من الكتاب المقدس وبمنطق جلي فسأظل مقيدا بالنصوص الكتابية التي اقتبستها فإن ضميري أسير لكلمة الله لا أستطيع ولن أترجع عن أي شيء لأن التكلم بشيء مخالف للضمير ليس صوابا ولا آمنا لأي مسيحي ها هنا أقف لا يمكنني فعل شيء آخر فساعدني يا الله آمين إذن الإصلاح لم يكن انتقالا من التفسير الحرفي للأسفار المقدسة لكنه انتقال ناحية التفسير الحرفي للنصوص المقدسة واستخدام النصوص نفسها كوسائل نستطيع بها امتحان سلوطات كل إنسان وتقاليد فالصعوبة تكمن في أن هدى ووالدها وشقيقها لا يعرفون الاقتباس من النصوص الإسلامية بطريقة تحبب الناس في فكرة إصلاح العالم الإسلامي إنهم لا يستطيعون ذلك هم يقدروا أن يشعروا بنفس الطريقة تجاه شيء ما لكن ليس لهم أي سلطة شعبية لكي يفصحوا عن أفكارهم للآخرين لأنها على الأقل ليست مدونة في النصوص الإسلامية لذلك لديهم إما الرواية السلفية والتي تستطيع أن تستشهد بالقرآن والحديث أو إما التفسير الكلاسيكي للإسلام والذي يستشهد بالقرآن والحديث ولكنه يعول على العلماء أكثر مما تفعل الحركة السلفية أو يمكنك أن تتلمس طريقك تجاه نسختك الخاصة من الإسلام لكن تكمن الصعوبة في ذلك في أن هذا الاتجاه ليس له أي سلطة شعبية لأنك لا يمكنك حقا أن تعللها من النصوص لأنها لا تأتي من النصوص لكنها تنبع من الشعور الكامن بالخير الذي يشعره الناس في حياتهم لكن إن كان شخص ما يبحث عن معيار ثابت يمكنه أن يستند إليه دون أن يضطر إلى عقلنة الآيات التي تجعله مضطربة فسيكون المكان الوحيد الذي يمكنه اللجوء إليه هو الكتاب المقدس التوراة والإنجيل إذن فهدى تقول حياتي أفضل وأنا أكثر سعادة عندما أؤمن أن الله يحبني لكني خائفة من دراسة القرآن والسنة لأنني لست تقية كفاية وربما أكتشف أنني خذلت الله ماذا إن كنت ذاهبة لجهنم بينما أخدع نفسي لكنها إن قرأت الكتاب المقدس فستجد أن الله يقول لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأن الخوف له عذاب وأما من خاف فلم يكتمل في المحبة نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا يريد والد هدى أن يقف ضد القادة الدينيين في تعدياتهم لكنه لا يملك السلطة لكي يفعل ذلك لذلك فهو يستخدم مشاعره وحدسه لكن كلمة الله تخبره فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل غير مخوفين بشيء من المقاومين الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك وأما لكم فللخلاص وذلك من الله فهو إذن يستقبل القوة لكي يقف مع الحق ويجد أرضية ثابتة لكي يقف عليها حتى يتمكن من تحدي المشكلات التي يراها مع ذلك ليس كل واحد من علماء الدين هؤلاء رجل يريد ببساطة أن يكون فخورا ويتحكم بالناس فهذا الرجل هنا يتمنى بصدق أن نعيش في عالم أكثر صلاحا ويأمل حدوث ذلك بل ويسعى إليه والكتاب المقدس يحمل له أخبار سارة أيضا فيسوع يقول طوبى للجياء والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون لكن هذا العالم الديني مخطئ في فكرة حصوله على السلطة وفرضه معايير التقوى على الناس يظن أنها بالإمكان أن تحسن العالم ونحن نرى في الأسفار المقدسة أنه إن كان أحد في المسيح فهو خريقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت حوذ الكل قد صار جديدا ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة أي أن الله كان في المسيح مصالحا للعالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة إذن نسعك سفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالح مع الله لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجرنا لنصير نحن بر الله فيه إذن فالله عن طريق يسوع يريد أن يجعلنا صالحين لكن ذلك لا يحدث عن طريق فرط ذلك الصلاح على الآخرين باستخدام قوة الدولة لكنه يتحقق بجعل أنفسنا سفراء لهذا الصلاح وعرضه للناس باستخدام جذاب الناس نحوه لكي تتغير العقول والقلوب ومن خلال ذلك ينتشر الصلاح حقا بالنظر إلى خالد بعدما يكتشف المسيحية الكتابية فبدلا من اعتماده تلك المعايير الأخلاقية الغامضة للعلمانية الغربية نحن بحاجة إلى أن نتجه ناحية معايير الله الحقيقية كما هي مدونة في الكتاب المقدس وذلك باتباع تعاليم يسوع على سبيل المثال يجب عدم إكره أي من الناس من الذين نختلف معهم وأن نعامل الجميع بإنصاف والآن فما زال أمامه أن يواجه والدته التي تقول من فضلك يا بني أنصت للعلماء اقرأ القرآن ماذا سيقول الناس عنا الآن هو مسلح بأدوات جديدة لأنه يستطيع قراءة حياة يسوع ويرى ذلك في إنجيل مرقص الإصحاح الثالث ولما سمع أقرباءه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا أنه مختل وبعدها بآيات قليلة يقول فجاءت حينئذ إخوته وأمه ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له حوذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك فأجابهم من أمي وإخوتي ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال ها أمي وإخوتي لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي إذن ما فعله يسوع هنا برغم أن عائلته اعتقدت أنه مجنونا في تلك اللحظة عينها وجد عائلة حقيقية متمثلة في المؤمنين وهم الناس الذين يثقون في الله فخالد تديه الآن يسوع نفسه مثالا الذي عند قيامه بعمل صالح أصبح منبوذا من عائلته لكن خالد يعرف أيضا أن الطريق الوحيد الذي يمكن لوالدته فيه أن تحظى بحياة جيدة هو أن يشاركها أحدا الحق شخص ما يعطيها ما تحتاج لكي تتحرر من الألم الذي ترعرعت وهي عائشة فيه لذلك فهو الآن يمكنه أن يستدير ويقول لها مقتبسا من كلام يسوع تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف الشخصية الرئيسية الأخرى التي لم نتطرق إليها بعد في هذه القصة هو محمد بن سلمان الذي يقول إنني أخشى أنه في يوم وفاتي سأموت دون أن أحقق ما يدور في ذهني إن الحياة قصيرة جدا وقد تحدث الكثير من الأمور كما أنني حريص جدا على مشاهدة ما يحدث بأم عيني ولهذا السبب أنا في عجلة من أمري إذن فمحمد بن سلمان لديه خطط يريد أن يراها متحققة في دولته وهو خائف أن لا يتمكن من رؤية الخير الذي يريده للناس كيف من الممكن أن يكون رد فعل المسيحيين على شخص مثل محمد بن سلمان حسناً المسيح السعودي يجب أن يطيع كلام الله والمكتوب في سفر رومية بالإصحاح الثالث عشر من الآية الأولى حتى الآية الرابعة والتي تقول لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة فإن الحكام ليس خوفاً للأعمال الصالحة بل الشريرة أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدحم منه لأنه خادم الله للصلاح ولكن إن فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثاً إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر لذلك ينبغي على المسيحيين السعوديين والعمالة الوافدة القاطنين بالمملكة العربية السعودية أن يطيع الحكومة السعودية ضمن المعقول فمن الواضح أن وصايا الله هي أهم الوصايا ولا واحد يمكنه أن يجعلنا غير طائعين لها ومع ذلك فمن المعقول أن يكون المسيحيون أفضل المواطنين في بلد مثل المملكة العربية السعودية ويجب أن لا يتسببوا في أي مشكلة للحكومة هناك فيسوع لن يطلب منك أبداً أن تحزم أسلحتك وأن تحارب في ثورة ضد المملكة العربية السعودية أو أن تلقالب عليها في ثورة فنحن يجب علينا أن نكون مواطنين صالحين ويجب علينا أن نكرم كل القادة لذلك فالسعوديون طبقاً لكلمة الله يجب أن يطيعوا الرؤساء بالتوازي مع ذلك يقول يسوع أنتم تعلمون أن الرؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكونوا هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين لذلك فإن الكتاب المقدس يخبر محمد بن سلمان إنه إن أراد أن يكون عظيماً حقاً وأن يرى دولته في مكانة عظيمة فينبغي عليه أن يرى نفسه كخادم لشعبه يجب أن يكون الناس خاضعين للحكام والحكام يجب أن يخدموا الله عن طريق خدمتهم لشعبهم وإن تم ذلك فسيزدهر الجميع قبل كل ذلك تخبر الرسالة الأولى إلى تيميثاوس المسيحيين في المملكة العربية السعودية فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار إذن فإن استمع المسيحيون السعوديون لكتاب المقدس فسوف يصبحون أفضل المواطنين في المملكة العربية السعودية وسترتقي الأمة بفضل سلوكياتهم ولكي نلخص الموضوع لكل سعودي أو مسلم يشاهد هذا الفيديو المسيحية الكتابية ليست شيئا غريبا عن ثقافتكم لكنها شيء يعمل فعلا بداخل الناس هذه ليست دعوة لهجر جميع أسئلتكم واعتراضاتكم وتعطيل أدمغتكم لكن إن تعاملتم بأمانة مع المشكلات التي تواجهكم واتبعتم الحق أينما قادكم فسيرشدكم إلى يسوع كما جاء في الكتاب المقدس بعدها إن قابلتم يسوع كما جاء في الكتاب المقدس فمعرفة يسوع ستجعلكم أناسا جديرين بالثقة يثق فيكم الناس ويستشيرونكم في مشاكلهم وهذا يعني أنكم ستصبحون قوة في مجتمعكم لخير الناس من حولكم وستمتلكون القوة التي تساعد الناس فعلا وبينما تمضي هذه المحادثة من المهم أن تفهم أن هذه المحادثة ليست مقارنة المسيحية بالإسلام إنما لفحص الأخطاء في ضوء الإنجيل فالأشياء الخاطئة التي يعتقدها الناس عن الله والأشياء التي يفهمونها فهما صحيحة ربما ليست ذات علاقة بالقرآن أو السنة تسمح لنا المسيحية الكتابية أن ننتقد الأخطاء في أي شخص نرى حتى القادة الدينيين أو العالميين وتسمح لنا أن نحتفي بالحقيقة أينما نراها سواء كانت في ثقافة أخرى أو في ثقافتنا سواء كانت في عائلتنا أو في عائلة أخرى وأن تعرف أنه عندما تنتقد أفكار الناس تحدث بكل أدب حتى لا يشعر الناس أنهم مضطرين للدفاع عن عائلاتهم وتقافاتهم فهذا ليس نقاشا عن المسيحية والإسلام وأين تجد الحقيقة وليس هجوما على ثقافة أحد وليس هجوما على عائلة أحد فالكتاب المقدس لا يريد أن يصبح السعوديون أمريكان يسوع يحب المملكة العربية السعودية وهو يريدك أن تكون أفضل سعودي يمكنك أن تكونه إذن بدلا من انتقاد ثقافات الناس ابحث في ثقافتهم عما يعكس صفات الإله الحقيقي والحي كما فعل بولوس واحتفي بتلك الأشياء واحد من الأشياء التي أحب أن أحتفي بها في الثقافة السعودية هو قانون الصحراء ثقافة الضيافة الرائعة حيث لو ذهبت لمنزل شخص ما فسيمدك بكل شيء ولن يقبل أي مال في المقابل ولن يقبل أي مساهمة منك سيصر على دفع كل التكاليف عنك بنفسه من أجل شرفه وهذا يذكرنا بالضبط بكيفية تعامل الله في الكتاب المقدس عندما لا يسمح لنا أن نشارك بأي أعمال حسنة من أجل نوال خلاصنا لكنه يصر على دفع كامل الثمن عن طريق ذبيحة يسوع لكي يستطيع أن يحصل على كل المجد والشرف والتكريم الناتج عن تزويد الخطاة بالضيافة العظمى أولئك الخطاة الذين لا يستحقون صلاحه ورحمته فهو لا يقبل أي أعمال صالحة منا وأخيرا تعطيك كلمة الله في الكتاب المقدس معايير لا تتغير والتي بواسطتها تستطيع مساءلة أي سلطة وتقاوم أي ضغط يقع عليك من المجتمع إنها تمنحك ما كنت تبحث عنه دوما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر